اشتركوا في القناة بالجولري والمجوهرات الفخمة الحلوة وبعرف انه يا بريم عمل ليدرشيب بالقطع الكبيرة والاحجار الكبيرة بس بذات الوقت المزوقة وانت هلأ مع والديك بتقولي انه الشغف للمجوهرات هو وراسة اكيد نحنا كبرنا بهالاجواء يعني نحنا جيلة تاني ودايما كنا باجواء الفاشن واللاكجوري والجولري ثلاثتنا كل حدا منا دار الشي بس ارجعنا فتنا على العالم المجوهرات نحنا منحبه كتير يعني مثل كأنه او الكارير ازاورها بي ثلاثتنا مين معك انت يعني مين بيساعدك مع الوالد اخوات الاثنين وانا كل حدا مستلم شي بالكومباني كيف معصمين الادوار خيل كبير هو مسؤول عن التصميم والبرودكشن الصغير كل شي فايننس شغل مع كل الدول برات لبنان وانا كل شي ماركتين وبي ار اهم شي يال في النا قدي بتقولي انه انتو كجيل الجديد متل ما قتيل الجيد التاني قدرتو اتطوروا التصاميم اول شي نحنا ما كانت هين الخطوة اللي اخدناها مع بي مؤسس من زمان وشغل حالو لوحدو ومعذب كتير بقى ما كانت شي هين بالنسبة لقلنا بس اشتغلنا على الموضوع ولي خيرناه هو كبرنا الشغل انترناشنالي صرتو معروفين اكتر عصاعد برا برات لبنان برات الخليج واول اول كولكشن نزلت برات لبنان وبرات الخليج كان مثلا بلشنا بهال كولكشن هيدا الاطعام بالزيد بدي اقلك انه انتو مشهورين بالهاند بيس هلا هيدا اللي حتتطيع بايدك كتير حلوة هيدا البس سلر عنا هيدا الاطعام بالعالم يعني كانت اول اطعام غريبة بالعالم المجوهرات هي مش خاتم ولا اصوار نحنا نعرفنا بهالاطعام والمشاهير كلها عملية لحتى تحس انه الكل قدر يلبسها كل الاجيال قدر يلبسوها صبايا وكبار تصبح لكل الامار ايه و تصبح لكل القيسات نحن نعمل ترينيج لكل السطف طبعا برات لبنان تا يعرفوا يزبطوا القطعة حسب كل ايس اون دو سبوت يعني لزبونة بتجي بتاخد الغراد منزبط لياه اون دو سبوت يعني منعمل ترينيج لكل يعملوا هيك فيرنا لاذرشب هي اخر مجموعة اطلقتوها خبريني عنا اكتر هيدا كانت اول كولكشن عملناها لونشنج بلاس فيغاس من جمعتين كولكشن اكيد مع جلد و جيمستون سافاير وامرود معمولة الكولكشن تنعت هيك شوي سبور شيك بالمجوهرات يعني فيها المرة تلبس بصهرة او بنهار بس بنفس الوقت الاجانت فيها امرود او سافير او الماز نحنا نستعمل دايما الماركي كات ستون اللي الشكلة الماركي سكات تنعت دايما الاجانت تتش بكل تصاميمنا اللي هنه كتير غريبين نعت الكلاسيك تتش بالتصاميم هيدا يمكن يلي بيميزكم كيف كانت اللونشنج بي فيغاس اي كان معره بطير حلو ناجح اكيد مع انه نحنا بعد كل هالفترة اللي اتعرفتها علينا كورونا انترناشنالي الازمة معرض كان ناجح كتير وهلأ جمعت الجي كمان عن نظر فيتشينتسا راحين عايتلي يعني نحنا بين سافرة وسافرة كان عنا الحظ انا نعمل معك انترفيو شو بدك تخبرينا عن مومنت باي يا برام مجموعة الساعات يلي اطلقتوها نحنا اكيد حبينا نفوت بالساعات كمان لان ساعة يا برام هي مثل اطعام مميزة مجوهرات يعني كأنه هي هاند بيس اه نالجاند بيس اوف جولري بنفس الوقت ساعة وقا كمان بس اتس ليمتد يعني ما كتير من نكتر موديلات ما كتير من نحب نكبر الكوليكشن لان حب نخليها ليمتد كيف ايش تكل شكرا؟ لكن احنا لانه عم بتكبروا يعني وضعها بالاول كنا اكتر قطعة كبيرة وهاند بيس از حبينا نوسع الكوليكشن نعم اللاين اكتر افوردبل للكل عملنا بينك سترادا بالبينك كوليكشن وبلاك سترادا مع سبور اكتر بلاك دايمند نرضي كل الازواء وكل العالم يعني في محلات بالعالم اكتر كونزيرفيتف بيحبوا قطعة اكتر كونزيرفيتف قطعة صغيرة قطعة كلاسيك ده اللي هن يقدروا يلبس موضوع مضبوط او اكيد بالخليش كمان اللي بيحبوا بالاكيجنز بالاعراس اطوم هاد بيس بس بس نحنا كل تصميم نعملوا منحب نعطي سباشل تاتش يعني من العروس لحيا لحدا بنهار بحب يكون سبور منعطي تاتش يا برام تكون اطعام مميزة يعني بتعطيه بتخليه يكون موضبوط ودفرنت فيرنا كنت عم تقليل ان انت مسؤولة عن البي ار يعني انت لبسته كتير من المشاهير هل انت رح تخبريني عنهم كيف بتصير وكيف بيتم التواصل معهم ايه هلا نحنا اول شي لمن كتير القطع كانوا مميزين وعملوا نظر بقى اكيد راد كاربت ايفنت المشاهير راد كاربت بيحبوا اشياء ديفرنت وطو كومبليت يعني اللوك تبعنا على راد كاربت بقى بلشنا من وقته مع جيلو مادونا جيلو مثلا عملت الافتحية طبعا فوتبول فتحت الفوتبول بي لابسة يا برام ومادونا ريانا ليدي جاگا بيونسي سيلين ديون يعني بحبوا يلبسوا قطع مميزة طيب بينه مش انو قطع الجولري عمانها لابا مع الفستان لا تلفت نظر يعني شي تعطي ستايتمنت بيس ما هو يقوله مضبوط صار عنا ريليشنشيب سمعون يعني دايريكت دايريكت مثلا مادونا كان مرة عنده اللونتشينج طبع فيديو كليبه الجديد بي جراميز حكيونا انو بده قطع اطعاء من الفيديو كليب اللي هو هيك اسمه رابل هارت بلاك روبس عوجة بعملنا كان عنا جماعتين بين تنفيذ تسميم تنفيذ وتل اطعاء توصل على جراميز واو اكيد وصلنا الى اطعاء وحبته كتير وشكرتنا بي تنكيو لاتر ولبستو بيصير في ريانا مسلا كمانا دايما وهيدا سيهم كتير بانتشاركم كمان بره وبسرعة وكل العالم يعني عن كل الصحف وكل السايتات بيكتبوا هي لانو البراند نعرف انو يكون مميز كرمل هيك بيحبوا يكونوا مميزين بالأبيرنس طبعا على الريد كاربت ولا حيالا إيفنت عندون وجودك أنت بيا برام مع العيلة كونك مرأة هذا اللي بيخليكن عطول بكل كولكشن أو بكل شي بتعملو بتكونوا عم تكرموا المرأة بتكونوا عم تعملوا تريبيوت للمرأة هلا نحن إجمالا أكترية القطع بتحس إنه في المرأة الواسئة من حالة مرأة اللي بتحب تبين ألغانت ومميزة بالمجتمع يعني بتحس على كل قطعة فيها الانسپيريشن إنه بتعطي الباور لمرأة بس تلبسة يعني نحن نسمع هالحاكة من النسبونات أو من اللي منعرفون إنه قطعة كون بتخلي بس المرأة تلبوس القطعة تحس حالة هيك مميزة وقوية بقى نحن نحب دائما نركز على الومن إمباورمنت يعني منبين من التصوير طبعا من الموديلز اللي منصور عليهم نعطي هالأتيتشود القوية بالصور ومنكتب ومنحكي عن هالموضوع إنه مرأة هي قوية ومهمة بالمجتمع ومنركز على الموضوع ديرنا أنا بدأ أشكري كتير لحضورك معنا وبدأ هنيكن لعليا بريم لاجاسية وبدأ إلي كل التوفيق بمشاريعيك وتوفيق كمان بالسفرية اللي رحت عمليها ونحن متابعين كل أخبارك ولكن كنت أحبه começar لك نعم نعم حكرا نعم 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 شكرا